تصادف هذه الأيام الذكرى الثانية لاستعادة منطقتين الباقورة والغمر لاستعادة الأردنية الكاملة بعد أن أنهى جلالة الملك عبدالله الثاني العمل بملحقي المنطقتين من معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1994 وقد أشاد المواطنون بموقف وجرأة جلالة الملك واعتبروا يوم عودة السيادة على الأراضي الأردنية المسترجعة بالحدث التاريخي اشتركوا في القناة افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر بخطاب وجه من خلاله التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل في موقعه وخص جلالته بالذكر رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين وقال جلالته في خطاب العرش الذي حضره جلالة الملك راني العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية غير القابلة للمساومة كما أعلن جلالته أمام مجلس الأمة استعادة منطقتين الغمر والباقورة المحتلتين وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له حضرات الأعيان حضرات النواب أتوجه من خلالكم التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين فلهم منا كل التقدير والاعتزاز كما أعلنوا اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتين الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهها الأردنيون قال جلالته إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله موجها جلالته الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني أقول إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعب العزيز ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله ندرك جميعاً أن الأزمات من حولنا ألقت بذلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها وقد دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا التاريخية لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل دمن أربعة محاور تهدف إلى إعادة نظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري والمالية العامة وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطنين لذلك أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهود بالاقتصاد الوطني ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمدي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع خاص نشيط ومواطن واطق بنفسه وبمستقبل بلده فأنهضتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسودوية حضرات العيان حضرات النواب شعبنا نستبدل العزم والتفاو وفقنا الله جميعا والسدد على طريق الخير والفلاح خطانا والسلام عليكم وفقنا الله جميعا وفقنا الله جميعا وفقنا الله جميعا من استبدل العزم